في سوريا قالت الشبكة وسوريا لحقوق الإنسان إن 329 مدنيا بينهم 79 أو 79 طفلا قتلوا في غضون شهرين من التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق وذكر التقرير أن اتفاقية خفض التصعيد التي وما تبعها من اتفاقيات محلية في منطقة الغوطة الشرقية لم تنجح في وقف المجازر والانتهاكات والهجمات التي تشنها قوات الحلف السوري الروسي سجل التقرير ما لا يقل عن 28 متزرة وأربع وثمانين حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 12 مشاعة طبية وقال التقرير إن أربعة قوافل فقط دخلت الغوطة رغم أن الاتفاقيات المبرمة نصت على ضرورة إنهاء الحصار وضرورة الإخلاء الفور للجرحى وسماح بدخول قوافل الإغاثة اشتركوا في القناة